صباح الخير يلا نعمل سندويتشي كده سهل وسريع ومختلف طعمه حلوه قوي قوي هيعجبكو ينفع للفطار وكبان ينفع للعشا تغيير عن السندويتشيات التقليدية جبت كده رغيف عيش هو كان اخر رغيف عيش عندي حتى هتلاقوه متقطع كده ومتبهدل بس مع ذلك كده عملت معي وبرده زبطت الدنيا يعني جبت جبنا بيضة ودهنت كده على وش رغيف الشكل ده بالمعلقة وهوزحها كويس قوي وبعدين هروح بقى على البوتاجيز في الطاصة هحطي كده مكعب زبطة يسيبه يسيح ويسخن وعندي بيضاية هحط عليها رشد ملح بسيطة ورشد فلفل اسود وحربها بالشوكة هحطها على الزبطة بعد ما سخنت وحوزح البيضة كويس قوي كده في الطاصة هول بس ما تتماسك كده البيضة هجيب بقى رغيف العيش وهحطه فوق البيضة يعني هخلي الجبنة هي اللي على البيضة بالشكل ده بصوا شايفيني العيش متقطع ازاي بس يعني ايه حاولت اتعامل معه برضه مجرد بس ما البيضة تمسك في العيش هقلبها بالشكل ده هقلب الرغيف كده وهبزع يعني هفرد البيضة كده على الرغيف كده بالشكل ده طبعا لو العيش متماسك وحلو هينفع يعني مش هيتقطع بقى بالشكل ده هو اي نوعيش هينفع معي في السندويتش ده ايه هفتح بس فتحة كده في العيش بالطول من نص الرغيف كده وبعدين هحط بقى الحشوة اللي انا بحبها انا حطيت هنا فلفل اخضر وحطيت شوية كده من الزتون وشريحة كده من الجبنة الرومي اي حشوة بقى تحبوها او تفضلوها هتحطوها عادي يا فش مشكلة لكن عندي شوية جبنة ميكست رومي على مدزرل على شيدر حطيت منهم برضو شوية صغيرين وبقى عندي كده ايه اربع حشوات في الرغيف حلوين قوي هبتدي بقى الف العيش زي لفة الكريب كده بصو شكله حلو ازاي وسهل لخالص خالص زي ما شفته هبصمو بص على الجنبين وخلاص وبقى معي اسهل واسرع سندويتش في الدنيا للفطار او للعشاء الطحفة بجد لازم تجربوه ومشبع جدا ومليان حشوة زي ما شفته مع كوبايت شاي الصفح كده على الفطار حاجة كده تفتح النفس الجميلة قوي بصو جبنة سايحة وبتمط وحلوة قوي قوي يا رب استندويتش النهاردة يكون عجبكم وما تنسوش تحطو لي لايك واستنيني فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة